ونذهب إلى أجواء كورنيش مدينة خربكان ولنا عودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ننتقل معكم إلى أيضا تعتبر إمارة الشرقة من المدن العربية السباقة في تجربة المجالس البلدية حيث خاضت التجربة في أواصط السبعينات من القرن الماضي وذلك انطلاقا من الرؤى الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة في ترسيخ مبدأ الشورى والتواصل مع أبناء الوطن وجميع المقيمين على أرضه من خلال منابر تعكس همومهم ومشاكلهم وتعمل على حلها بكافة الوسائل اليوم سنتعرف أكثر على المجالس البلدية لمدينة خربكان أو المجلس البلدي في هذه المدينة ولنا عودة نحن حقيقة في المجلس البلدي وبلدية خربكان نعمل من خلال اختصاصات ومهام موكلة إلينا من المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة كما هو حال جميع الدوائر المحلية في مدينة خربكان وغيرها من مدن الإمارة فنحن في المجلس البلدي انتطرقنا إلى أعمالنا فنحن نقدم الأعمال من ضمن لجان في المجلس البلدي ومن هذه اللجان هي لجنة التخطيط والتطوير وهذه اللجنة طبعا لجنة أيضا معها أعضاء من الدائرة الاقتصادية في مدينة خربكان وكذلك دائرة التخطيط والمساحة وبلدية خربكان هذه اللي طبعا تجتمع فيما لو قدمت إليها بعض الطلبات التي تخص المشاريع والإنشاءات المعينة في مدينة خربكان فهي طبعا تنظر بهذه الأماكن قد مثلا ترفض معاملات معينة قد توافق على أمر معين فلا يوضع أي شيء في المدينة أو يوافق عليه إلا من خلال هذه اللجنة وهناك لجنة الفض المنازعات التي تحصل ما بين السادة الملاكة المباني والأخوة المقاولين والاستشاريين وهذه اللجنة تقوم بعملية الصلح في البداية يعني نحن نحرص كل الحرص أن لا نجعل المتشاكين أو المتقاضين ليدانا يذهبون إلى المحاكم ولدينا كذلك لجنة الأراضي وهذه اللجنة تقدم خدماتها كذلك عندما يتقدم المواطنون بطلبات أراضي سكنية أو أراضي تجارية أو صناعية تجتمع اللجنة وتبث في هذه الطلبات وتوافق طبعا على العديد من هذه الطلبات الحقيقة في مدينة خرفكان أو إذا كان متقدم الطلب يرغب في مثلا تقديم الطلب إلى أي مدينة من مدن إمارة الشارقة نحن أيضا نستعمل لدينا المرونة ونرفع طلباته إلى مثلا المكان الذي يحتاج أن يقدم الطلب إليه عن طريقنا طبعا نحن لنسهل أو نسهل جميع العقبات التي قد تعتري طلبات هذا الشخص وكذلك لدينا لجنة التواصل الاجتماعي وهذه اللجنة أيضا معنية في حل العديد من المشاكل والاختلافات والمثلا الشكاوي التي ترد فيما بين الجيران أو مثلا وجود أشياء معينة ما بين المنازل أو بين البيوت أو ما إلى ذلك أو ما شابه فنحن حقيقة أو ما بين المحلات التجارية أي أمور وأي عوايق أو أي شكاوي ترد إلينا من جميع المواطنين سواء مكتوبة أو بالهاتف أو مثلا بالتواصل نحن حقيقة نعتني بها ونأخذها بعين الاعتبار ونقوم صراحة بحلها حسب الإمكانيات التي لدينا وحقيقة هناك لجنة الهدم كذلك ولجنة الهدم تعتني بالمباني الغير صالحة والمباني التي تحتاج إلى صيانة نقوم بالتنبيه على ملاكها وذلك يعني حفاظا على منظر المدينة وحفاظا على سكان هذه العقارات أو هذه المنازل الغير صالحة للسكنة فنحن نوجي حقيقة أصحابها سواء كان للسكنة أو للتجارة أو ما شابه ذلك وهناك لجنة السير والمرور هذه اللجنة أيضا تجتمع فيما لو قدمت إلينا طلبات تخص جميع الطرق سواء كان تسكير مكان معين أو فتح مكان معين أو مثلا طلب مطبات معينة في أماكن معينة أو مثلا وجود اختناقات في طرق معينة نحتاج إلى تسويتها أو نحتاج إلى عادة النظر فيها هذه اللجنة طبعا تجتمع وترفع تقريرها إلى رئيس المجلس فنحن حقيقة في المجلس البلدي أيضا نقوم برفع هذه الطلبات لا نتصرف من تلقاء أنفسنا بل نرفع الطلبات لدائرة الاختصاص أو دوائر الاختصاص تقوم البلدية بأعمال كبيرة جدا ولا تخفى عليكم وخاصة المحافظة على المسطحات الخضراء وإنشاء مسطحات خضراء وزراعة الحدائق وما إذا لالك وتعبيد الطرق الغير معبدة بالإسفلت وتحقيق مواضيع النظافة وكذلك خدمة المواطنين لقدموا مثلا طلبات الدفان أو طلبات مثلا رمول الزراعة بالأسمدة وما شابه ذلك فكل الخدمات التي تقدم إلينا وتستطيع بلدية خرفكان بما لديها من إمكانيات حقيقة يعني تقوم بتقديم الخدمات ونحن طبعا نتعاون مع أخواننا في بلدية خرفكان إذن مشاهدين تابعنا دور المجالس البلدية المنتشرة في مدن إمارة الشارقة وننتقل معكم إلى جانب آخر الكثير مننا يختلط ديه المعنى بين مسمى المسار الوظيفي والمسار المهني وقد تمر علي هذه المصطلحات كثيرا ويعتقد باختلاف حروفها وتركيبها إلا أنها تعطي المعنى ذاته ولكن هناك اختلاف بين المصطلحين وكل منهما له معنى مستقل في المجال الوظيفي اليوم نصدف الدكتورة ليلى حبيب البلوشي حتى نستمد منها هذه المعلومات دكتورة أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أمسي عليك يا مريم وعلى طاقم العمل وعلى الجمهور الرائع أهلا وسهلا فيك دكتورة اليوم فعلا نتحدث عن مصطلحين كل مصطلح مختلف عن الثاني في المعنى ولكن بعض قد يختلط عليه يعني يعتقد أن المصطلحين هم نفس الشيء صحيح المسار الوظيفي والمسار المهني وخاصة بين فئات الشباب الذين حين بدأوا يدخلون بسوق العمل وما عندهم مثل ما يقولون يعني المعرفة الكافية والفرق ومعرفة الفرق بين الموضوعين نعم وهذا أيضا يرجع لنا ما صار له مثل ما ذكرت يعني مشوار في المجال العمل أو الوظيفة فبالتالي محتاجين مثل هذه المعلومات اليوم حتى يكون هناك في وضوح بين المسميين والفرق بينهم فلنأخذ أول شيء المسمى أو المسار الوظيفي المسار الوظيفي مريم تضعه المؤسسة هي خطة كاملة للفرق تضعه المؤسسة فلنفرض أنا لدي محمد يعمل في مؤسسة ما محمد وتوسمنا فيه نوع من أنواع الموهبة الكفاءة القدرات الإمكانيات بالسؤال والرجوع إلى مسؤولة مثلا رشحها وقال محمد إنسان وشخص ممتاز فقسم الموارد البشرية أو قسم إدارة المواهب يبدأون يضعون خطة كاملة لمحمد في عملية المسار الوظيفي يتوزع إلى طريقة نقل الموظف أو ترقيات الموظف تكون بمستويين المستوى الأفقي يعني إن الموظف يترقى في الهرم المؤسسي أو الهيكل المؤسسي من وظيفة ألف إلى وظيفة باوة لما جاء المستوى الثاني هو المستوى الرأسي إن محمد ينتقل من قسم إلى قسم من إدارة إلى إدارة يعني فلنفرض إن محمد يشتغل في قسم الموارد البشرية ولقينا في محمد إنه مدر إنه عنده حسن في الإلقاء إنه عنده السمت إنه عنده قدرة في التواصل مع الآخر فأنقل أنا كمسار وظيفي الحين رسمت لمحمد إن أنا أطلع من قسم الموارد البشرية إلى التدريب وهلو مجرر فالمسار الوظيفي هي خطة تضعها المؤسسة بناء على ماذا؟ بناء على الحاجة في العمل عدد الموارد البشرية اللي محتاجين يعينونها أو عدد الموارد البشرية التي سيتم إحلالها يعني محمد هذا أو سيم من الناس سيحل مكان شخص آخر والشخص الآخر رح يطلع ويأخذ وظيفة ثانية فعملية الإحلال وعملية التنقل إدارة كاملة للموارد البشرية وخطة الموارد البشرية نعم يعني نقدر نلخص المسار الوظيفي هو المسار الذي يتأخذه الموظف من وظيفة أو مسمى أو شاغر معين إلى شاغر آخر بالضبط وتضعه هذا اللي نحن نركز عليه لأن الفرق بين المصطلحين المسار الوظيفي والمسار المهني المسار الوظيفي تضعه المؤسسة نعم بينما لو نأخذ الحين الشقة الثاني المسار المهني المسار المهني مختلف تماما هي خطة فردية هي خطة يضعها محمد أو سيم من الناس لنفسه الشخص نفسه بالضبط نعم وهناك المسار الوظيفي المؤسسة المؤسسة بناء على رقم واحد قدرات إمكانيات محمد حاجة المؤسسة خطة الموارد البشرية في التعيين والإحلال فهذا يتم على مستوى المؤسسة المسار المهني يتم على محمد رؤيته لنفسه خطته شو أهداف محمد وين يكون محمد فالمسار المهني يضعه الفرد بناء على هدف رسمه لنفسه عشان يقدر يرسم هذا الهدف هناك أمور عديدة يجب أن يأخذها بعين الاعتبار ومنها الشغف يعني في المسار الوظيفي قد يفقد الشغف لكن في المسار المهني الشغف موجود في المسار المهني يشوف الشخص بعدما يحط هدافه الخطة كيف أصل شو هي السبل والوسائل التي تساعدني في الوصول يا مريم من ثم شو أحتاج أصل من معلومات من دراسة من إمكانيات من قدرات من تعليم من مهارات وهلو مجرة ولكن تخدم نفس المجال بالضبط بالمئة بالمئة تخدم نفس المجال والخطة اللي راس منها محمد يعني نحن عندنا خطة كاملة حاطنها أنه مثلا فلنفرد بعدما يخلص الثانوية أو يطلع من الجامعة راح يبدأ في تخصص مثلا اقتصاد الاقتصاد يبتي تخصص يعني نأخذت اقتصاد ومن ثم يبدأ يتخصص في موضوع اقتصاد الدولي أو المايكرو والماكرو اللي هو الاقتصاد الدقيق والاقتصاد الواسع فيحط له مسار كامل ويقول أني أنا عشان أصل إلى أني أنا مثلا مثلا أوصل لصندوق محل الاقتصادي أو أصل إلى المصرف المركزي أو أني أشتغل في وزارة الاقتصاد هذا اللي أنا راح أسوي هذا هو المسار المهني نعم يا مريم هذا المسار المهني والتنقلات اللي راح تصير لهذا الموظف في المؤسسة نفسها أو التدرجات الوظيفية المسار المهني مش شرط أن يكون في المؤسسة نفسها وما يخص بنفس المجال نعم يخص في المجال ولكن لا يخص في المؤسسة يعني فلنفرض أن مريم اليوم أنا حين بقول لها الكلام عشان فعلا يعني يعطوني شيء يقولوا لي خذي مريم فلنفرض أن مريم توسمنا فيها القدرة والإبداع في مثلا الاستشارات فالحين مريم أو خلينا نحن في مجالة الإذاعة والتلفزيون والإعلام نعم بعد نشوف نحن المسار إذا كان الوظيف نشوف الهرم المؤسسي والتنقل أما لما يكون المسار المهني شو يعني مريم ممكن تكون اليوم في الشرقية وممكن اليوم الثاني بناء على المسار اللي رسمتنا لنفسها والتنقلات في هذا المسار ممكن تتغير من مؤسسة ألف إلى مؤسسة با إلى مؤسسة جيم ولكن في نفس المجال دكتوري مجال الإعلام في نفس مجال الإعلام أو مكمل الإعلام نعم يعني لذلك نحن نقول المسار الأساسي ومكملات المسار يعني فلنفرض أنت يا الحين أحد مكملات المسار الإعلامي أنت عندك الإعلام عندك مسموع مرئي ومقروع تقولين أنا أبي أب مثلا أحسن الجانب الإعلام المقروع أو الإعلام المسموع فأخذ هذا يعتبر مكمل لكن يكملي المسار نفسه نعم فهذا هو يعتبر المسار المهني المسار المهني يرسمه الفرد جميل طيب هذا المسار المهني دكتورة حتى بالنسبة يمكن للطالب اللي يدخل الجامعة فمتى يبدأ يحدد المسار المهني بالنسبة له يعني أنا مستقبلا بعد ما أتخرج من هذا التخصص وين راح أكون أو وين راح أصير فماذا أهمية أن أفرق أيضا بين المسار الوظيفي ومسار المهني مستقبلا له في سوق العمل أول شيء بالنسبة للمسار الوظيفي مريم مش في إيد الفرد صحيح المسار الوظيفي ترسمه المؤسسة وبناء على رؤية المؤسسة أما المسار المهني شبن نحن قمنا بعد نخربط المسار المهني يا مريم ما يبدأ من الجامعة لا من قبل يبدأ من الثانوية لأن بناء على مسار المهني أو الخطة اللي أنا راسمها لنفسي بقول أوكي أنا أبي مثلا أدرس إعلام أو أبي أدرس اقتصاد أو أبي أدرس مثلا علم أحياء أو كذا فبناء عليه راح أدخل مثلا تخصص المحياء الحين الأحياء بشكل عام أو علم الأحياء فيه فروع كثيرة عندك علم أحياء الجينات عندك علم أحياء مثلا الدقيق وهلما جرا طيب الحين أنا إذا خدت علم الأحياء هذا هو مثل ما يقولون الصورة الكلية في هذا التخصص شو التخصص اللي بختاره الحين التخصص اللي بختاره وين ممكن أشتغل فيه بعدين بعد ما وين ممكن أشتغل فيه طيب أنا أشتغل في وظيفة ألف مثلا فلنفرض أن نشتغل في البلدية بما أننا نحن قالت تقريب قبل شوي عن البلدية فلنفرض أن نشتغل في البلدية واشتغل في جانب يعني مثلا قسم الحشرات ومكافحة الحشرات طيب القسم الثاني وين بيكون ممكن يطلع من البلدية إلى وزارة مثلا البيئة لذلك نحن نأخذ الجزئية الثانية في الطرف المقابل عندنا مشاكل في الذين يضعون المسار الوظيفي بعضهم حتى ما يناقشون الموظف ما يسألون أنت شو تبقى هل تشوف نفسك في هذا المكان أو لا بالضبط هل ترى نفسك لأن العمل بشغف وحب يختلف على أنك مجموع حتى لو كان بترقية وحتى لو كان مثلا بداخل يعني في ناس أتوقع العطاء دكتورة راح يكون لوقت معين وينتهي بالضبط لأنه ما في الشغف ما في الدافع هذا اللي نحن نتكلم عنه فنحن محتاجين للأفراد الذين يضعون الموارد يعني الخطة الوظيفية للمسارات هذه مهم جدا مهم جدا أنهم يكون عندهم خبرة لسون مع الفرد يحددون احتياجاته والذكي في مجال الموارد البشرية الذي يستطيع أن يستشف ويعرف من الشخص المقابل له ماذا يريد جميل طيب أيضا هذا الحديث دكتورة يقودني لسؤال آخر هل الموظف نفسه قد يكون لأكثر عن مسار مهني؟ المسار الوظيفي بما أنه مقيد بمؤسسة هي تحدد لها المسار الوظيفي فما في مجالنا يكون لأكثر عن مسار وظيفي في نفس الوقت لكن هل ممكن يكون لأكثر عن مسار مهني؟ لا أيضا ذا؟ لا المسار المهني واحد نعم المسار ولكن هناك مكملات لهذا المسار نرجع مرة ثانية عندي التخصص والمكمل نعم يعني مثلا نرجع مرة ثانية إلى مثالة الاقتصاد الحين لما أتكلم أنا على الاقتصاد لازم أدرس كمكمل المالية أدرس مثلا العلوم الأخرى مثل إدارة أدرس مثلا أو أشتغل في أمور في أمور تكمل لهذا التخصص وتساعدني تضيف لي خبراتي تضيف لي معلوماتي مهاراتي وتساعدني أن أصل إلى مساري هناك مكملات ولكن مش أكثر من تخصص ومش أكثر من مسار في جانب المسار المهني نعم طيب نصائح خيرة دكتورة تقدميها اليوم لكل من يتابعنا سواء كان طالب سواء كان موظف أيضا ما فرق بين المسميين كيف أيضا ممكن يتخذ هذه المسارة بطريقة صحيحة بحيث أنه أيضا يكون عنده وضوح ورؤية واضحة في هذا الموضوع أول شيء حدد ماذا تريد يعني لا تنجرف إذا كنت أنت طالب بالثانوية أو كنت أنت شخص يعني توا في بداية حياتك وداية سوق العمل سواء كدب الجامعة أو توا بتدخل سوق العمل حدد ماذا تريد حدد رؤيتك وأهدافك هذا رقم واحد لا تنجرف لأصدقائك لا تنجرف مثلا أو تتأثر يعني أنا ما أحاول أني أخلي الولد أو البنت تعق أمها وأبوها ولكن لا تنجرف لأراء الآخر نعم اعرف شغفك ارسم مسارك والجميل أنك أنت تستشير مرشد والأجمل طبعا في المؤسسات أن يكون فيه مرشد وظيفي ومرشد مياني نعم كذلك من المهم أني أنا أعرف هذا الخط كيف رح أوصل شو اللي محتاج أني أنا عشان أقدر أوصل هذا الخط من مهارات من معلومات من سلوكيات شو الأمور أعمل تقييم لنفسي وذاتي أشرب نقاط القوة التي أمتلكها والتي تساعدني في الوصول ونقاط الضعف اللي أنا محتاج يعني مثل ما يعني معظم المشاهدين يعرفون تحليل اسوات نعم نعمل تحليل اسوات اللي هو تحديد نقاط القوة الضعف التهديدات في البيئة الخارجية وكذلك الفرص أعملها على مستوي الشخصي للشباب اللي داخلين سوق العمل قبل ما يعني قبل ما تبدأ تدرس أو بيدخلون سوق العمل قبل ما تبدأ تدرس اعرف بلادك وين متوجها يعني هناك تخصصات صارت مطلوبة في سوق العمل صارت تخصصات جدا مطلوبة في سوق العمل وهناك تخصصات ما أقول أنها مش مهمة ما أقول أنها مش مهمة كل التخصصات مهمة دكتورة برافو كل التخصصات نعم حبيت الفكرة نعم يا مريم كل التخصصات مهمة ولكن هناك تخصصات احتياج الحاجة يعني أنا أعطيك مثال في مثلا دول أوروبية وفي أمريكا وكذا تلقين الفرد دارس تخصصين مثلا دارس اقتصاد اللي هو على حسب احتياج سوق العمل وفي نفس الوقت دارس فنون جميلة لأن فنون الجميلة هو شغف بالنسبة له طيب يا ليلة وين المسار المهني جميل هذه هواية وجميل أني أنا عزز هوايتي بالدراسة والأجمل أني أنا أرسم كذلك لنفسي مسار جميل طبعا الدكتورة ليلة حبيب البلوشي خبيرة تطوير إداري كل الشكرا على توضيح هؤلاء المسميين وتوضيح أيضا كيف ممكن الشخص يخلق له مسار مهني ومسار وظيفي واضح في هذه المهنة أو في هذه الدائرة كل الشكر دكتورة العفو الشكر لكم على الاستضافة الله يحفظكم يا رب شوفت إن شاء الله في الأسابيع القادمة شكرا دكتورة إذن مشاهدينا بعد هذه الفقرة نكون وصلنا معكم إلى ختام أمسيتنا لهذا المساء نتمنى أن كانت عليكم دقائق بسيطة وسهلة وأستمتعت أيضا معنا في هذه الدقائق نلتقيكم غدا بنفس الموعد انتظرونا تصبحنا على خير ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر